فانثور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالناصر وأعنهم بالصابر والطفلهم في الماكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخول ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشرباء والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن كرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفعدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العداد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن الباست واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزب كل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحباش والنوبة والزنج والسقالبة والديالما وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمناة وأبدانهم من القواة وأذهل قلوبهم عن الإحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وأبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بادر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم أبعث عليهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأي مغاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليوسر وهيئ له الأمر وتوله بالنوجه وتخير له الأصحاب واستقو له الظار وأسبغ عليه في النفقه ومتعه بالنشاط وأطفع عنه حرارة الشاوق وأجره من غم الوحشة وأنسي ذكر الأهل والولاد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجوب وألهمه الجرآه وارزقه الشده وأيده بالنصرة وعلمهم سياره والسنان وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته أوفيك وآلاك فإذا صاف فعدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدل له منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقاتل وبعد أن يجهد بهم الأنسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعواه أو رعى له من ورائه حرماه فآجر له مثلا أجريه وزنا بوازن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الواقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزبوا أهل شير عليهم فنوى غزوى أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقه أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاتا عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدء المعيد الفعال لما تريد برحمتك يا أرحمى الراحمون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة